بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفصل الثالث لمكرر نظم التشغيل وفي الجزء ده جماعة هنبدأ نتكلم بشوية تفاصيل عن طوابير اللي ممكن تقابلها العمليات بمعنى إيه بمعنى إحنا عندنا الثلاث طوابير أساسية تعالى نشوفهم مع بعض كده الثلاث طوابير الأساسية دول هم جوب كيو وريدي كيو والديفايس كيو طيب نشوف مع بعض جوب كيو بيحتوي علي إيه جماعة بيحتوي علي جميع المعلومات عن البروزز ما احنا عارفين المعلومات موجودة في البي سي بي مش كده نلسه اعلنها المرة اللي فاتت يحتوي علي جميع معلومات البروزز اللي إيه اللي جوا النظام in the system جوب كيو طب ريدي كيو يحتوي علي إيه معلومات عن البروزز اللي ايه اللي في الزاكرة iman memory وليها جاهزة للتنفيذ يعني موجودة في الذاكرة ومستعدية وقفة تتنفذ عند من عند السي بيون طيب والدفايس كيوز معناها إيه تحتوي هذا الطابر عن جميع المعلومات عن البروسيز اللي منتظرة حاجة خاصة بالإدخال أو بالإخراق جميل طيب ما تيجو نشوف مع بعض كده أيوة طابور كده ونشوف الكيو بتاعه عامل إزاي أيوة الطابور ده عامل إزاي الفلو بتاعه طيب نشوف مع بعض كده عندك على سبيل المثال افترض إن عندك بروسيز بي وقفة في الريدي كيو معناها إيه إن هي داخلة على الريدي كيو منتظرة التنفيذ حلو وفي الريدي كيو دوت البروسيز بي هطبعا هتروح تتنفذ عند السي بيون ممكن يبقى حظها كويس جدا وتتنفذ عند السي بيون وتخرج جميل طيب وممكن يحصلها حاجة أكتر من كده إيه هي إنما ما تكملش تنفيذها تنفيذها لا يكمل لا يكتمل ممكن تنفيذ البروسيز دوت لا يكتمل طيب إيه اللي يحصل بتروح تقف في طابور تاني اسمه إيه Input Output Request وهذا يعني إن البروسيز ديت منتظرة Input أو Output طيب خلاص بحظها جي كده إنها منتظرة Input أو Output Request طيب فإيه اللي يحصل تقف في طابور Input أو Output Request تعمل عملت Input أو Output وهتضطر ترجع تاني وتقف في الطابور وبعد كده تدخل عند مين؟ عند السي بيو ممكن تنتهي بعد كده وتخرج أو يحصل لها حاجة تانية إيه هي؟ إن السي بيو يكون محدد وقت زمن لنفسه بحيث لو زادت البروسيز عن الوقت الزمن اللي هم محدد لنفسه يضطر يطردها ويخرجها يقولها لو سمحت الفضالي خرجي لإني إيه أنا محدد لنفسي زمن أنت مثلا عايزة أربعة ثواني أنا محدد لنفسي ثانيتين بس الثانيتين اللي أنا محددهم دول لنفسي أنت تعدتيهم فإن شاء الله هيبقى لك دور تاني وتخرجي وتدخلي من جديد مرة تانية الوقت ده اللي هو محددل نفسه السانيتين دول بيسموها time slice وقت زمني محدد بعده البروسي بيتبقى expired خلاص دور هنتهى معاه وبتقف في الطابور من جديد طيب وإيه كمان ممكن تكون البروسيز بيديت منتظر إيه يا جماعة منتظرة child فورك child معناها إيه معناها بروسيز تانية فرعية فرعية منها يحصل إن shard executes يتنفذ العملة الفرعية وتدخل من الطابور من جديد تقف في الريدي كيو ممكن بعد العمل ده كلها تكرم وتخرج أو يحصل حاجة تانية إيه هي بدل ما تخرج تروح في الطابور جديد اسمه إيه wait for an interrupt متنتظرة إيه عملية إيه قطعة قطعة للخدمة الانترابط ده او كيرزي يحدث وتروح تقف في الطابور طبعا يا جماعة ممكن البروسيز بيديت يحصل لها حالة من الحالات ده كلها أي حالة من الحالات ده واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة وممكن يحصل لها أسوأ حاجة إيه هي إنها تقابل في حياتها الأربعة طابورة ده كلها وممكن نحصل لها أحسن حاجة إيه هي إن هي إيه أحسن حالة إيه إيه فعلا أول ما تدخل عند السيبيو تخرج مباشرة ويبقى دي حظها جي كده معايا آه يبقى إذن إذن إحنا كده شفنا تضفق للايه ها ليه البروسيز في عدد من الطابير احتمالات تضفقها واحتمال خروجها في إيه لو حصل إنها عدت على أي طابور متواضر ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته